إيه اللي أنا عايز أتكلم فيه أنا هحكي حكاية طويلة بس مش هي دي الحكاية الحكاية هي اللي بعد الحكاية دي موضوع معقد شوية ولكن زي أنا بقول لحضراتكم هي عايزة شوية صبر وأوعد حضراتكم للحكاية الأولانية اللي هي مش مهمة بالنسبة لي هتبقى مهمة جداً بالنسبة لكم لأنه عايزة أطلع منها للحكاية التانية اللي هي مهمة بالنسبة لي مسألة بسيطة يعني حاجة تكتشفوها دلوقتي آخر كل سنة جوجل بتطلع هي الناس دورت على إيه وأنا شخصياً بحب أعرف الناس على مدى السنة كانت بتعمل سرش على إيه لأن دي عينة دالة وأنا مغمض كده عينة دالة ليه لأن دول مش ملايين اللي بيعملوا سرش دول مليارات فتقدر تفهم العالم كانت دماغه مش هزاي أو كان بيدور على إيه أو بيشوف إيه أرجوكوا أصبروا معايا عشان أقول لحضراتكم العالم وجزء منه العالم العربي كان بيدور عليه يعني السرش اللي معمول عليه لأنه الموضوع ده فكرني ببحث كنا بنعمله في كلية الإعلام أما نزلونا الشارع نعمل استقصاء رأي عن القناة التانية مصر زماني أولاد كان فيها قناة أولى وتانية وبعدين قناة تالتة بعد كده يعني هما كانوا ثلاث قنوات فنزلونا الشارع وقالونا اعملوا استقصاء رأي على القناة التانية إيه أحسن برنامج بتحبه في القناة التانية نزلنا كلنا بها الدفعة كلها ترك 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 ده على فكرة من أشهر الاستقصاءات الرأي كان إيه البرامج الدينية متميزة جدا في القناة التانية حقيقة القناة التانية ما كانش عليها برامج الدينية خالص خالص لأنهما قناتين برامج الدينية كانت القناة الأولى نور على نور وحديث الله رحمه مولانا الشيخ الشعر إنما القناة التانية كانت مخصصة للحاجات الأجنبية ما فيهاش برامج الدينية عتقول لي أنا بعمل إيه بالمعلومة دي حطها برضو على جنب معلش الفقرة اللي جاية دي لحد عايز إيه يتعب شوية ممكن فيه الحكاية إيه إنه اتنين قابلوا بعض وراحوا الصحل الشمالي دي حكاية سهلة إنما الحكاية اللي جاية دي معقدة شوية شافوا العالم إيه أكتر نوعية من موضوعات الناس بتدور عليه يعني هل هي سياسة هل هي اقتصاد هل هي فن فطلع نمر واحد الرياضة باي فار يعني ببون شاسع أول حاجة وأكتر حاجة العالم أبكلم أكشن على مصر العالم العالم الرياضة أهم رياضة هي حتستغرب الكريكت لأنه طبعا اللعبة دي بيتابعها جنوب شراسية والهند وانجلترا يعني عدد البشر اللي بيتابعوا الكريكت أكتر كتير أنت ممكن تتخيل أنها كورت القدم إنما طلع الكريكت فده طلع وأهم ما تشاط أنت متخيل برضو أنها تبقى كوبة أمريكا بتاع لأستراليا ضد الهند في الكريكت اللعبة اللي هي بتتلاقي غريبة عمري ما فيه انتهي المركز الرابع كورت السلة المركز الخامس أوروبا 2021 كانت بطولة عظيمة الأخبار الأكثر بحثا في 2021 حضراتكم فاكرين إنه في البرنامج ده يمكن إحنا ابتدينا موضوع أفغانستان ده من قبل ما يبتدي والفيديوهات موجودة هو الأخر لأنه ده كان موضوع الساعة بس ما كان شوء تاعة لسه حد اهتم الاهتمام الأول الخبر نمرة واحد كان على جوجل أفغانستان ده في الأخبار أفغانستان وراها السهم بتاع شركة السينيمات الأمريكية American Movies معلش باختصار كده فيه سهمين السنة دي الناس كانوا منهم الشهد الأسهم دي اسمها الممز إيه الأسهم دي الأسهم دي حصل فيها حق غريبة جداً كانوا من الشهد كانوا من الشهد يعني وأنا ربنا كرامني بس في مبلغ تافه السهمين دول اللي هم الأكثر بحسن يعني أهم أخبار أفغانستان وراه AMC ستوك أو سامت على AMC ليه الAMC دا عملوا حاجة غريبة جداً جمع على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي دي واتفقوا كلهم حيخشوا يشتروا سهم أغرب بس مش كلهم إيه مش عشرة ولا مية ولا 1500 ولا مليون على رقم السلس حكيم لا ملايين فروحوا دخلين يا أولاد كنا نشوف السهم دا الظهرية 30 40 50 60 70 80 90 100 120 120 السهم بينط 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 يخشوا يشتروا ويتفقوا بينهم تاني بيع 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 فالسهم اللي هو إيه بمتين ينزل بقى 150 200 200 150 50 10 ففيه سهمين AMC وGME من أكتر الأخبار اللي تم الناس يعني كان مهتمين بيهم نمر تسعة كانت كورونا تخيل بقى أنه في المصيبة اللي عندنا سالفة دي في الجوجل في البحث تسعة كان كورونا إنما الأول كان أفغانستان التاني كان AMC السهم بتاع AMC الممثلين الأكتر بحسن في 2021 ده برضو بنتكلم في العالم الممثل الأول مش إنه ممثل عبقاري قالك بولدون اللي هو الممثل اللي قتل مديرة التصوير لأنه كان المسدس بتاعه فيه رصاص يعني يعني الناس الممثل الأكتر بحسن لم يمثل مش إنه هو مثلا كان عامل فيلم الأب الروحي أو عامل لا خالص الخبر حاجة عظيمة أو خد أوسكورس الرياضيين الأكتر بحسن طبعا أنت في دماغك هتقول لي بقى ماسي وبش عارف مين ورونالدو ومو صلاح وإوعى كريستين إيريكسن اللي هو اللاعب اللي جات له الأزمة القلبية في اليورو اللاعب الأكتر بحسن لم يكن له علاقة بالكورة له علاقة إنه جات له أزمة قلبية وكان بيموت قدام الناس فده اللاعب الأكتر بحسن تعيسوا ليه عمر اللاعب التاني تايجر وودز مش تايجر وودز ده أشهر لاعب في تاريخ الجولف رجل أصمر كده له يعني مصايب كتير يعني اسمه موجود في الأكتر بحسن كلاعب مش علشان عمل بطولة أو حاجة لا لأنه عمل حادثة بالعربية بتاعته عربية بتاعته تقلب 3-4 مرات ودي تالت مرة تايجر وودز تحصل له كارسة والمرات فعلا دهروا كسر مرتين لابل كده يخف ويرجع يلعب الجولف ويبقى بطل العالم يخف ويرجع يلعب جولف ويبقى بطل العالم المرة دي مش هيرجع تاني فاللعب الأول والتاني لا علاقة تلاهم بالرياضة بس هم أكتر اسمين تم البحث عنهم في الرياضة ده في العالم العالم الواعي العالم اللي بيفتح كل يوم الانترنت وبيدور على حاجاته الاطعمة الأكثر بحسن كلام فارغ بقى التاكوز اللي هو الأكل المكسيكي الباستا اللي بالفتة فتة باستة شربة البطاطس كلام فارغ كله مالوش أي معنى ومالوش طعم خالص الالعاب الأكثر بحسن كل الالعاب ليه الجيمز يعني مش الالعاب بقى الرياضية الجيمز أكتر حاجة الالعاب ليه قتال قتل إيه الألعاب بتاعت الالعاب وطبعا وسطهم تيجي الفيفا 22 احنا عارفين إن الجيم بتاعة الفيفا دا 21 و22 وال19 وال18 دايما الجيم بتاعة الفيفا دا بيبقى موجود وهي بردو وهي برضو من الألعاب الأكثر بحسن فيفا 22 الباتلفيلد 20-24 إيفل فيلج كلها حاجات ناس بتقتل بعض حاجات ناس إيه بتقتل إيه بعض الأفلام الأكثر بحسن كلها أفلام الهيروز اللي هم الأبطال الخارقين باتمان سبيدرمان مش عارف إيه المارفل كل سوبرمان كل الكلام دا اترنلز بلاك ويدو دون كلهم أفلام ريد نوتس مورتل مورتل كومبت فكلها أفلام ضربه وعنف اللي هو من أول الفيلم لآخره هو ما فيش حاجة غيرنها ناس بتضرب بعض وفي الآخر البتل بيكسب دي الحاجات اللي العالم الأشخاص اللي أكثر بحسن يجي برضو قالك بولدون جي في الممثلين وجي في الأشخاص لأنه الجريمة بتاعته أو المقساة بتاعته وبالمناسبة في تطورات الموضوع ده على فكرة جي قالك بولدون نمرة واحد وجو بايدن نمرة ستة جو بايدن الرئيس الأمريكي سقف سقف نمرة ستة وإيركسون لعب كرة دينماركي نمرة تنين أو تلاتة دي في الشخصيات بشكل عام اللي الناس ده خلت عملت عليها بحس أنا منتكلم على جوجل يعني مش بتكلم بقى إيه لأنا نزلت الشارع ولأنا سألت صحابي ولأنا سألت أم أبراهيم يا أم أبراهيم وكليني النهاردة خالص أنا بتكلم على أرقام كلها لعلقة بجوجل ولما نتكلم على جوجل هم نتكلم بقى على العالم نتكلم على مليارات على فكرة فيه ملاحظة غريبة جدا الأكتر عشر نوادي للكرة في العالم ما فيهمش ليفر بول بحسن ريال مدريد نمرة واحد تشيلسي نمرة اتنين باريس سان جيرمان نمرة تلاتة بارشلونة نمرة اربعة لوس انجلس ليكرز سبورت كلاب بوستون ريد سوكس ساو باولو منشستر سيتي ما فيهمش ليفر بول ازاي ما عرفش ما فهمش المسلسلات نمرة واحد سكويد جيم اللي هو لعبة الحبار اللي هو المسلسل اللي موجود على النيتفليكس اللي هو معمول لفوق 18 سنة اللي هو اللعبة بتاعت مين يقتل مين ده نمرة واحد نمرة واحد ولوكي طبعا ولوبن كلهم ضربوا عنف وقتل طيب عمر كلمني شوية على مصر وعلى احنا بنحب نسمع ايه وبنعرف ايه وكده طيب قالك في قيمة للاغاني العربية على تيك توك دول اهم عشر اغاني الناس سمعتها في 2021 على ايه على تيك توك هذا التطبيق الصيني اللي حكلمكم عليه لان انا هقول لكم ايه هي اهم المنصات السنة الجاية او ايه اهم حاجات الناس هتبصوا عليها السنة الجاية الاغاني دي انا معرفهاش يعني انا معرفش لا المطربين بتاعتها ولا يعني هي بتقول ايه بس قائمة الاغاني العربية في التيك توك ازا كنت مشهور كلمني دي اغنية نمر واحد اغنية نمر واحد بتقول ايه ازا كنت مشهور كلمني الاغنية التانية انا قلت الابوي عليك ارجو ان دي ما تكونش اغاني حد معروف وانا ما عرفهاش انا قلت الابوي عليك ازا كنت مشهور كلمني الاغنية التانية التالتة اي شيء دي ممكن تبقى اغنية فلسفية مساء ما اعرفش الاغنية الرابعة بسبوس عاشق بيسة بسبوس عاشق بيسة الاغنية الخامسة مسيطرة لا مسيطرة دي نعرفها سمعتها يعني الاغنية السادة روزم روزم طبعا دي هتبقى ايه مش روزم ورق امتحانات مش روزم ورق ابحاث مش روزم جرايد لا روزم دي بتبقى ايه روزم فلوس ويا حبازة لو دولارات اللي بعدين اسمها مقصودة وبعدين فيه مهرجان اسمه جات الحكومة فتش 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 ده مهرجان بيقولون ده وبعد كده مهرجان شايماء ارجعي ما تخفيش وبعدين الكوكب واخر اغنية ابو احمد خدني الكوافير انا سامي على استوديو بيضحك نفسه خدني الكوافير انا اسف انا معرفش يعني هي خدني ولا خدني ويا فرق ايه يعني ابو احمد خدني الكوافير او هي افضل ابو احمد خدني الكوافير ما تفرق يعني اللي اتنين بصراحة معاني سامية جدا اخبار سامية ايه كويسة اكيد طيب هو بيقولك كمان انه في حاجات لازم نتوقعها في اتنين وعشرين دي اخر حاجة هقولها في الحكاية الطويلة دي اللي هي يعني اكيد حضراتكم ممكن تكونوا مليتوا اوي بس عشان اقولكم انا عايز اقول ايه بيقولك انه المنصات الصغيرة مش المشهورة اوي هي هتكون جاذبة للاعلانات البيع والشراء على النت هيكون اعلى كتير من السنة اللي فاتت الوصول الاجبر عدد من المشاهدين هو هيبه هدف الجميع الجميع هيعملوا اي حاجة عشان يوصلوا الاجبر عدد من المشاهدين اه السوشيال اوديو يعني انتو عارفين اللي هي الكلاب هاوس الحاجات اللي بالصوت تكنولوجيا الصوت هتبتدي يعني تستبدل الاراية ان انت تسمع بقى ان انت تسمع واحد كاتب حاجة اللي هو البودكاست اللي هو الحاجات اللي بتتسجل الكلاب هاوس تخش تسمع ناس بتتخانق مع بعض وكلها في قوضة ده اللي هيبقى جديد قوي السنة الجاية اللي هيبقى يبقى نومبر نومبر او يبقى حد عظيم يعني السنة الجاية الانفلوينسرز او المؤثرين هيبقى لهم دور كبير اللي هو هيقودوا الرأي العام الناس تطلع على الانترنت على تيك توك على فيسبوك على يوتيوب يقولوا للناس شمال فييبقى شمال فييقولوا للناس يمين فييبقى يمين طيب عايز اقولي بقى لان الناس ده بالنسبة لي في 21 كان الموضوع ويا ريد حضراتكو تتحملوا الحقيقة المرة ساعات كتير قال الاناس يقول لك ايه ده انت سايب الدنيا كلها بتتكلم في الموضوع ده ده موضوع تافي فين الموضوعات القيمة انتوا بتقروا انتوا بتسمعوا ايه انسى خلاص احنا بنقدم ايه انا على فكرة انا لاقوا دين العالم العربي او مصر انا ما كلمك على العالم العالم بيقرى ايه العالم بيشوف ايه عم تتفرج على سينان والان بي سي والسي بي اس محطات عندهم برامج مسائية زي بتاعتنا ولكن هي برامج اخبارية يعني القضايا بتاعت ابستين اللي هي التجارة الجنسية الراجل اللي كان بيعمل تجارة يعني وبيبيع ستات وبيشتري ستات ده الخبر التاني او التالت ويمكن يبقى قبل الميزانية الامريكية حضراتكم بتسمعوا ايه حضراتكم بتشوفوا ايه حضراتكم بتختاروا ايه ارجع تاني للمثال اللي انا بقول علي لانه هي الناس عايزة تبان انها عميقة وعظيمة جزء من الناس مش كل الناس يعني انه انا والله ايه اللي اتعاملوا ده وبالمناسبة في جزء كبير له علاقة بالاجتزاء يعني مثلا الحلقة يبقى فيها اربعين موضوع وفيها موضوع خفيف ماذا انت لما بتيجي تقدم برنامج انت بتراعي برضه انه مش واحد بس اللي بتفرج ناس كتير فيه ناس عندها امامات فنية فيه ناس عندها امامات رياضية فيه ناس عندها امامات سياسية فيه ناس عندها امامات بالجريمة كل واحد عنده اهتمام فبرضه من مشاكل السوشيال ميديا انه هو ايه يطلع خبر انك تكلمت عن موضوع معين فقولك ايه ده انت سايب الدنيا كلها وفتتكلم في الموضوع ده لا احنا تكلمنا على موضوعات تانية طب بلاش هتقول لي ده اللي شاف الموضوع ده بس طيب تعال بقى انا كراجل باشتغل في الاعلام اما باجي تاني يوم ابص على الفيديوهات في السوشيال ميديا بشوف انا عامل عشرين موضوع تلاتين موضوع الارقام فيها عاملة ازاي تفتكروا مثلا موضوع عن سد النهضة هو الاعلى ارقام تفتكروا مثلا موضوع عن موازنة التعليم الجديدة هو اللي عامل اعلى ارقام تخلينا صرحة خلينا بصريح مع حضراتكو انتو بتتفرجوا على ايه انتو بتختاروا ايه انتو بتشوفوا ايه انتو بتسمعوا ايه قدم الموضوعات كلها حط عشر اتناشر موضوع ويسيبهم كده خش انت على تويتر حتى شوف اعلى تويتات عليها تفاعل وشوف مثلا واحد كاتب تويتر عن يوم النهاردة على فكرة يوم اللغة العربية مثلا حد كاتب تويتر عن يوم اللغة العربية وشوف التويتر اللي مكتوبة عن ابراهيم سعيد ابراهيم سعيد هاشتاج ايا كان السبب ليه ابراهيم سعيد هاشتاج ايا كان السبب انما موضوع اللغة العربية وهل احنا بننطق اللغة العربية صح حرب ولا حد هنا فهو السؤال برضو حضراتكم بتسمعوا ايه العالم كله غوي ايه دلوقتي العالم كله بيسمعي هي دي الحقيقة المرة وهي دي الحقيقة اللي لازم حضراتكم نقدر نعمل فيها توازن في حياتنا على الطرفين الناس مقدمي المادة والناس اللي بتقرأ وتشوف المادة ان انت ما تبقاش اليوم كله قاعد على ابو احمد خدني الكوافير هل ممكن تسمع الفصول الاربعة الفيفال دي مثلا دي جميلة جدا هل ممكن اسمعك الحركة الرابعة من السنفونية التاسعة اللي بيتهوفن اللي هي الحركة الكورالية اللي موجودة فيها دي مشهورة جدا انما ابو احمد خدني الكوافير هي الماسكا الدولي انا بس عايز اقول له يعني دي ملاحظة عشان نشوف الى اين قد وصل العالم العالم بيتفرج على ايه يعني ايه الفكرة انه مسلسل الحبار ده الكوري مسلسل كوري يا جماعة هو انا لو قلتلك من عشر سنين انه فيه مسلسل ناطق بالكورية هو مسلسل رقم واحد في العالم فكرته ايه انه الجيم ان احنا نقتل بعض الناس بتلبس الماسك بتاعهم اللي هو بتاع لعبة الحبار ده بقى حاجة مجتاحة العالم طب العالم بيتفرج على ايه طب ليه العالم مثلا ما تفرجش على الفيلم بتاع 1917 اللي عن الحرب العالمية اللي واخد اوسكار وكان مكسر الدنيا ايه اكتر حاجة الناس بتتفرج عليها على فكرة السنة دي نمرأ واحد الفيسبوك المنصة نمرأ واحد هي الفيسبوك وطبعا لما يبتدي يشتغل فيها بعد كده الواقع الافتراضي هتكسق يا خلاص يعني احنا فيسبوك والمستقبل للفيسبوك بيتكلموا ان تيك توك حيبقى ضخم جدا لان فكرة التيك توك قيمة على الفيديو القصير قوي اللي هو الفيديو التويتر اللي هو زي ما تويتر عمل ال140 حرف ده نفس الشي عمل برضو حاجة قصيرة جدا للناس فإيه ده ده بس قبل ما حضراتكم تقولوا وإيه اللي لا انتوا بتتفرجوا على إيه وعلى فكرة هي دائرة جهنمية إنه هو لما الناس اللي بتقدم مش أنا بقى يعني الناس اللي بتقدم المادة ما ييجي بص اللي هي عامل مثلا حاجة عن التعلم عن بعد فتليها مثلا عاملة خمس تلاف ست تلاف فيو ويبقى عامل في نفس الحلقة حاجة عن مشكلة في أحد النوادي الكبيرة مثلا فتبع عاملة خمسمائة ألف فيو طب إيه الفكرة انتوا بتتفرجوا على إيه سيبكم من البرنامج ده أو غيره أو غيره العالم بتتفرج على إيه إيه الأقصى أنا على فكرة ما جبت لكش الحاجات الخارجة أنا كلمتك على الشيء الطبيعي اللي الناس بتتفرج عليه أنا عايز بس حضراتكم تتأملوا بس اللي بيجرى في العالم وحكاية إنه الأسماع بتصنع الأخبار أليك بولدوين قتل مدير التصوير وبالمناسبة فيه تتطورات في الموضوع ده واحتمال يكون أليك بولدوين عنده مشكلة في الموضوع شو بقى أنا هنعمل هنعمل حضراتكم هتشوفوه حضراتكم هتسمعوه وبعدين في شيء آخر هناك يجب إنه دايما في كل مجتمع يكون هناك قنوات هي شغلتها بس الموضوع ده يعني مثلا ما تجيش تقول لي انت ليه ما عندكمش برنامج عن محول أمية برنامج محول أمية ده له قنوات اللي هي في قنوات الدولة الدولة عندها قنواتها المتخصصة في قنوات بتشتغل ده وفي قنوات زي أمريكا وزي بريطانيا بريطانيا في البي بي سي الرصينة التاء وفي الائي تي في حاجة تانية خالص موضوع آخر واللي اتنين في بينهم منافسة وهي نفس دين منافسة بين طريق التقديم المحتوى ده وطريق التقديم المحتوى ده أنا بس حبيت أقول لكم ماذا يشاهد العالم جم قالوا هو مين أهم مغنيين أو عملوا يعني أرقام في 2021 فقالوا انه على اليوتيوب هو عمر دياب المنصة المنصة دي عليها عمر دياب الهضبة عظيم مين تاني في الثلاثة الأوائل أنا معرفوش والله وما أقصدش حاجة واحد اسمه عصام صاصة أنا مش بقى يعني معديش مشكلة مع اسمه على فكرة ما بتريقش إنما أنا كنت متخيل مثلا إن في الثلاثة الأوائل ناس تانية يعني أنا فجأة يبقى فيه صاصة أنا على فكرة أنا عمري ما سمعته وجايز يطلع مطرب عظيم أنتو بتسمعوا إيه ماذا يسمع الناس ده محكاك بقى ناس علماء نفسه علماء اجتماع ونقاد وبتاع يحضوا يشوفوا الناس بتسمع إيه الناس عايزة إيه الناس بتسمع ده اللي إيه فيش حد ما حد إحنا متسابين في السقوط الحر وبعين يجي يقولك إيه ويقول ليه الناس بتسمع بتاعدة المهرجانات وبتاع إذا عبت بتاعدة الاف ام دي نصها بيزي المهرجانات وعنا الراجل اشتغلت راديو سنين يعني الراجو ده ده بيحفر في الدماغ لأن انت نص حياتك قعد في العربية في مصر انت نص حياتك في العربية فمشغل فالتتالي اللي بيجي لك ده كم واحد بقى بيروح قناة الأغاني كم واحد طيب إيه المضمون الثقافي المعين اللي بيتقدم للناس أغلب البرامج أنا ما قصدش حاجة والله مساء الخير يقول له مساء النور ممكن أبا صديق للبرنامج أنا عمري ما فهمت حكاية ممكن أبا صديق للبرنامج دي عمري يعني شغلت إعلام وشفت بره وجوه وكل حتة فدايما الرد يقول له يقول له طبعا أنت صديق للبرنامج فعلاً ويبدأ حوار لا بداية تلو لنهاية يعني ما فيه وش حاجة طيب إيه جماعة إنتو عايزين إيه على فكرة أنا مش مع إن أنا أقولك إيه يريد مصرحية مسافر ليل لشاعر أمير الشعراء العصر الحديث صلاة عبدالصبور تزوعلنا كل يوم بالليل لا أنا مش من النوع ده يعني خلي الناس تسمع كل واحد على فكرة أنا معها إن كل واحد يسمع اللي هو عايزه بس أنا بقول لكم بقى إنتو بتسمعوا إيه إنتو بتتفرجوا على إيه إنتو شايفين إيه إنتو بتركزوا أكتر على إيه مش إنتو بس على فكرة عشان محدش يفتجي أبتكلم على مصر والعالم العالم كله دلوقتي بأكيد بقول لحضرتك إنه الكورونا نمر تسعة إنما موضوعات أخرى ليه علاقة بالبورصة ولليه علاقة بالمجسب ولليه علاقة بأفغانستان ولليه علاقة بإنه طبعا أفغانستان ده عشان الأمريكان خرجوا منها فجأة وبتاع فكل الناس كانت مهتمية إيه اللي بيجروا إيه الموضوع خلينا نواجه الحقيقة وبلاش نوع من أنواع التعالي على الناس الناس عايزة كده خرجوا أو أنت عندك بقى بديل إنه في حد يعني مثلا زي ما بقول حقاكو بريطانيا عندهم البي بي سي دي هي المنصة بتاعة التسخيط لأن دي بتاعة الحكومة دي أنت بتدفع الناس بيدفعوا لها فلوس عارف أجراء في ضريبة التلفزيون ولو ما دفعتاش بتتحاكم فالبي بي سي دي ممكن يعمل لك بقى برنامج عن مش عارف إيه عن قلعة وينتسر عن تاريخ الملكة عن إزاي تربي عيالك في هذا الأمر طيب أنا عايز سأل حضراتكم سؤال في أي محطة في مصر والعالم العربي شو بقى دي فيها برنامج أطفال بعدين يقول لك إيه أولادونا أجبادونا تمشي على الأرض ده هو العيال وتربية الناشق في برنامج أطفال ده أنا كنت أتفرج على سلوح جايز الله أتفرج على أستاذتنا العظيمة ناجو إبراهيم وبولز أتفرج على بكار أتفرج على بابا ماجد ماجد عبد الرازق شوف أنا فاكر الأسامي إزاي أتفرج على سينما الأطفال كان في حاجة اسمها السينما الأطفال كل يوم جمعة نسمع قبل فاضيلة في الإزاعة علشان نسمع قبل فاضيلة وراح تحكي لنا حكاية جديدة وتسلينا قبل قبل فاضيلة شوف أنا فاكر كان كان مزيك طب أنتو دلوقتي بقى بتسمعوا إيه أنا لو جبتلك برنامج أتفال حتشوفه أراها كلمة دا بعين ما تيجي تتكلم في الموضوع شوية يقول لك بقى دا دا قاعد بقى بقى له بتكلمنا عم وزنة إيه عم وزنة دماغك بقى ما تغير وهتلينا بقى الحاجة اللي عايزين بقى الحتة إنما لما تسأله يقول لك لا أنا لو سمحت أنا مهتم جدا بالاقتصاد العام والتضخم ومعدل النمو طب ليه يا جماعة ما تقولون أنتو عايزين إيه لازم حد يدرس الناس عايزة إيه لأنه اللي بيجرى في العالم تغير غير طبيعي إحنا متجهين للتصطيح الكامل كامل يعني اللي هي كده المحلومة كده أنا مش فاضي أخد حاجة كتير أنا عايز حاجة في عنوان وهي بقى تستقافة كده تعليق ناري اللي مش عارف مين آه وهو العنوان غير الخبر ومحدش بين الخبر فخد الصدر فقول لك ووه فلان بيقول كده ليه ويبتدي ديبيت على صدر مش موجود مش موجود ولم يذكر ولم يهتم بيه أحد ومحدش بيه داع خلاص إحنا بينا في الوش الفؤاني ده نبقى أحمد خدني للكوفير وراحت مجر نبقى أحمد خدني للكوفير خدني أنا آسف ما يعني ما يعني شو يعني هي خدني وخدني دي غيرت المعنى العميخ يعني خدني أمر وخدني فعل ماضي طيب حبيت بس في الأول كده أقول لحضراتكم الناس بتسمع إيه وبيهتموا بإيه وإيه الموضوع يعني شوية فلسفة كده بس إيه مهم جدا أنه ياريت بس بقى فيه توازن في المعرفة يعني عيالنا حتى العيل يعني زي ما بتأكله كده يبقى برضو فيه حتة خضار شوية فيتامين هو الوضع عايز مكرونة اديله مكرونة باللحمة المفرومة على طول ماشي بس ياريت في النص نخرطله فيها جزرة آآ كوساية آآ بعد ما يخلص أفصص له بورتقانة يعني يبقى فيه شوية غزة فأنا أرجو إنه إحنا نهتم بالنسبة لعيالنا ونهتم بالنسبة طبعا أنا مش عايز أتكلم عن انستجرام والفاشنستا والأزياء والصور والمجوهرات ده عالم ودنا لدنيا برضو تانية ودلوقتي فيه الخناعة هو مين أجمل وجه في مصر طبعا أنا دلوقتي حالا لو قلت لحضراتكم مين أجمل وجه في مصر أنا رايح الترند رسمي رسمي أو إن أنا أقول لحضراتكم مثلا أنا شايف إن ده مش أجمل وجه في مصر وإنه فيه وجه آخر خدتوا بالحضراتكم أنا بس أتكلمكم يعني في إحنا بقنا بنفجر وعلى فكرة ده بقى مؤثر علينا في حياتنا حياتنا كلها مش مستحملة كله كلام قصير والناس مش فاضي يتكلم بعض ومش بيسمعوا بعض من مدة طويلة كله 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 والأخبار كلها مش عميقة ومش متأكدة منها ومش عارفينها كل ده على فكرة برضو مش في مصر برضو مش بتكلم في مصر بتكلم في مصر وفي العالم إحنا دلوقتي بقنا بنشوف محطات زي CNN وزي BBC وزي ITV وزي Sky بقى عندهم قسم إنهم يعتذروا المعلومات الغلط اللي قدموها كل يوم ترجمة نانسي قنقر